موسيقى بعد ما كان الزميل الهومان بهلول أنهى مبارح مساء محاولته لدخول موسوعة الكنيس للأرقام القياسية فقر جديد ووظيف جديد ومشوارنا مستمر وهالمرة لازم أبل ما نقول من المخرج اللي معنا بنا نعرف عنه بأنه هو مخرج السنمائي السوري حصل على باكالوريوس بفنون الإخراج التلفزيوني والسنمائي من أكاديمية خاركوف الأوكرانية وبعد حصل على ماجستير بالإخراج التلفزيوني والسنمائي من نفس الأكاديمية حصل كمان على جوائز وشارك بمهرجانات عديدة أعماله بتقدم ترجمة لكاميراته السينمائية وكثير فيه رسائل من المحبة من خلال أفلامه يلي دخلت فيه خبايا المجتمع وحالاته الإنسانية حمال قضية الوطن عبر عدسته ليوصل رؤاه الإخراجية بأسلوب راق ومشوق هو ضيفنا بالستوديو حتى نحكي أكثر عنه وعن أعماله خلينا نرحب بالمخرج السوري المهند كلثوم صباح الخير صباح الخير ما نمنع نايمين معكم وفائين معكم بتناموا ساعة من نام معكم مشان تحسك بالمعاناة لا بس ماشي الحال يمكن الواحد ديك على الحماس بس خليني شي العوينات الفهمني يعني تابعونا هدول أحد الآلاميات كيف كون؟ نحنا مناح كيف الهمة؟ ممتازة خلص قطعنا يعني تلتين الشوت أكتري بكي أصار من تلتين يلا ألف مبروك إن شاء الله مهند بتنا نبلش الخامسة والنصف بتوقيت دمشق ما ضل كتير للتنتين إن شاء الله خلينا نبلش معك حديثك حديثنا آخر شي نحن نحكي عن آخر نشاطاتك بحضرتك عم بتدرب إعلاميين لإنتاج أفلام وثائقية تحكيلنا عن هاي التجربة هلا أول شي بترحم على شهداء بلدنا وتحية من دمشق الياسمين لكل جندي سوري بساحات الوطن هلا خلينا نبلش بالدورة اللي هي كانت بالتعاون مع معهد الإعداد الإعلامي هي دورة مدة أسبوعين كانت لصناعة الفيلم الوسائقي نحن يمكن بأزمة بحاجة لتوسيق بحاجة لأنه نصنع فيلم وسائقي بغض النظر عن السينما الروائية كمان بنفس الوقت ننوسق نساوي أفلام وسائقي للحدث فعمادة أسبوعين كان هي عملية تسليم مفاتيح أساسية للطلاب كيف يصنعوا فيلم وسائقي 100% حسب المدارس العالمية والدراس الأكاديمية الحمد لله خلال 15 يوم حققنا فيلمين انعرض فيلم والفيلم الثاني الفيلم الأول كان طلاب الدفعة صوروا فيلم عن مراكز القيوة من متأثر خليني قبلش بآخر سؤال ما متأثر بحدا يمكن أنت بتتأثر بشخص قدم لك خدمة ساعدك حطك على السك الصح بس للأسف أنا ما حدا ساعدني أنا درست لحالي طبعا هذا لا يعني أنه ما حدا ساعدني من الأساسي بس دائما أنت وقت ما تقولي من متأثر أو مسلك الأعلى هو شخص تبناك وعطاك مفاتيح الإخراج بس نحنا بالنسبة لي ما حدا تبناني يمكن درست لحالي بالجامعة بس في شخص هو مخرج روسي اسمه عالمي هو نيكيتا مخلقوف كنت أعمل كورسات عنده بنص السنة وبآخر السنة سافر من أوكرانيا لروسيا لحتى اتدرب تحت إيدي هذا الشخص يمكن إله فضل علي بس ما فيني أقول متأثر فيه لأنه هو جوه غير جوه يعني الموت تبعه والنمط تبعه بيختلف عن النمط تبعه فليش الحب لأنه يمكن نحنا بالحياة أو الرومانس نفتقد للرومانس والحب فدائما خليني أقول دائما لو بأي فيلم لازم يكون هناك الصبغة أو خليني أقول الطاقة الفيال بتعطي أمل ببكرة أنه في حب الحياة لازم نطلب منك تشيل الجاكيت مشان الطاقة من اللون الأخضر بتكون طاقة شوي يلا أعطونا سيلفي شباب زقفونا شباب شباب عنا أحلى مزيعتين مو صفحكي أنا ما بجامل عنا أحلى مزيعتين وعنا أجمل ورجال هو زميننا وصديقنا للهمام تحية من هون من هون أنتو أبطال ما عم صفحكي هلأ هيك بيت فستق نحنا أنتو أبطال بالفعل أنتو رافعين رأسنا ونحنا من محبتنا كل يوم معكن شوفوا الشباب بالكافيهات شوفوا الشام كلها معكن أنا بحكي لكون محل ما بشوف ما بدي لكون سورة كلها معكن أنا بقلك بالمكان اللي كنت فيه كلهم معكن وكلهم بيحبوكن وكلهم أنتو بترفعوا رأسنا فهي أحلى طاقة ما بدي إشلاح بيخرب المايك بعدين نحنا كنت شوية نفتح نورينا منشوف السلفي ما شوفت السلفي صلنا من الصباح منتصور سيركم نحنا منحاول كلي شوية شوية على السريع نامل هيك لمحة السريع شوفوا إليك سهلة اتعذبت فيها يعني صراحة شو حاسك نعصاني معقول ألا كنا عم نحكي قبل شوية أنه نحنا منكون مناح بأن هيك فجأة بتجيك موجة نعص أنا بنعص تكبس هي هيك بتجي شي نص ساعة بعدين بتروح فالواحد بس ما يستسلم نص ساعة وخلاص وبتمرو يلا أنتو أدى إيه خلاص ما في المشكلة بذكرين إيما تعرفنا على بعض هاي اليوم هلأ بعد 53 ساعة تهو كتير صعب بملتقى المبادرات بالألفين وإدعش بسحارة بسحارة أريج إيما تعرفنا أنا بتعرف أهلك قبلك مضبوط أنا تعرفت عليك من خلال شغلك كتعم شوف مرة فيلم إلك في دار الأوبرا بالأم بتلم بالأم بتلم كتعم كان فيلم جماعت فيه مجموعة أمهات شهداء وعملت عنه مثل فيلم وثائقي بس هو كمان كان فيلم قصير هيك ميكس حلو كان منيكي عنه إذا بتحب عشتارات كيف المرأة السورية بفقدان جوزة أو ابنة استمرت بالحياة كيف كلهم أنه التضحي أظهرنا فيه التضحية بنفس الوقت أنه كيف الزوجة بعد استشهاد جوزة بحثت ععمل وبلشت تشتغل مشان تعيش أولادها وتربيهم أحسن ترباية مواند بيسألك كيف حصلت على معلومات عن هدول الأشخاص هلأ يمكن كيف كان عندك مجموعة ليستة مثلا بيها لا 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 هلأ أنا في 2011 في غد النظر أني أنا مخرج بس دائما مع التجمعات التطوعية والشبابية يعني دائما بيكون معهم على الأرب فهالحالات أنا ملتقي معها هي من الواقع ما بجي بليستة أنا ما بسق بهالليستات أنا بيطلع بشوف الحالة متل ما هي بشوف واقعا شوفي تحت شيبش عنا عفكرة بحر من ال بس نتخدرش نعمل سيلفي سيلفي والأرب تحت هم وراء المكتب فأريج نحنا عم بيلك مثل أنه كان لقائي دائما بهيك ناس يعني هو واقع وليس اعتماد على أشخاص فأنت كنت تشوف الحالات على كل واقعيتها شباب تفضلوا عدوا معنا حسنا شباب تفضلوا معنا أعطونا طاقة ما عرفت فهي الموضوع أنه أنت واقع قدامك أنت عم تشوفيك اليوم فهيك تعرفت على حالات حقيقية مو تجميلية يعني انو نطلع نجيب حدا يمثل هالحالي لا كانت حالات لا بحد امثل بس اكيد في كتير من هاي الحالات فانكت عم سالك كيف اخترت اخر شي العشر نساء فرضاني اللي انت قررت تطوي كانوا ست نساء ست كانوا تم اختيارا حسب الحالي وحسب المنطقة اللي عانوا فيها يعني كان من كل سوريا هاد التنوع الموجود دائما فا رين شفتي الفلام عشتارة ما شفت الفلام سمعت في وقت وكان عصاص نزل بس كلا عادي كون شغلنا بشي سنجадно نساي عصاص اللابتوب اساس الفيسبوك فالم امانات كل سARY أذا تفتحوا الفيسبوك سيتجزر مرحبا بشي عام الاساساساسي وحسب الحد فريق juste نسعة مهانات قليلة يا فريق ما حصل المهانات وشافيته لقد نظرت لح Barb espe with a solar climate الكلمة فقط للطمائنا مع الشخص والفسير أسمعتوا بال HELP محتوى لا الكلمة فكت المهانات مع أول شي لا شكله كثير متغير الدنيا مثل بطلقنا عشية من أول يوم طلعوا نجمات هليود موضوع اسمه هيلفي هو بيصوره بس الرأس تبعهم من شان ليه كل فترة كل تسريحة شعر بيصوره هيلفي فمن مبدأ انه مع تقدم الزمن يعني اسبوع اسبوعين ثلاثة أربعة كل تغيير قصة بيصوره صورة هير هاي اسموها هيلفي هادا بغيابكن انتو عن العالم ما فايدة هاي الصورة ما بعرف ما جاوه بس هي موضوع جديد بس ارين بنرجع لموضوع شو قصة السيلفي يمكن السيلفي بتربطني فيها علاقة من زمان يعني كنت يمكن قبل استشهاد والدي بهذا الحكي بسبعة وثمانين كان في كاميرات هاي الفوتوغرافي الفورية فايمكن اول صورة سيلفي كنت دي جيبه مشان كان في خلاف انا ونوار قبل شوي انه مين ملكة ايه مين قبل بالسيلفي فانا بسبعة وثمانين كانت اول صورة سيلفي انا مصور حالي بكاميرة الفوتوغرافي الفورية يمكن تلاع معون اخر شي انه مخترع السيلفي هو مستر بين على ما اعتقد ايه وحطوا مره سورة انه او انه هو اول شخص هلا لا اول مخترع خليني اقول السيلفي هو مصور فوتوغراف على ما اعتقد حسب الدراسات اللي توصلوه انه من موسكو هو مصور فوتوغرافي يعمل في مجال تصوير السينمائي هاد اول شخص اثبت انه بالتاريخ والدليل القاطع انه هو بعم مدري اي سنة انه صور اول صورة سيلفي عفترة في خبر على موقع الباحثون السوريون انه في ارد اخذ سيلفي لحاله وعمل مشكلة بحقوق النشر تبع السورة اريش كل واحد عم بانتقد السيلفي تأكدي تماما هلا انه من يومين او من اسبوع السيلفي ينقل القمل يعني يعني مرض الامل بالشاعر قال انه السيلفي بينقل علا انه الناس مو بتلزع بعض هيك بيقربوا عباد قال بينقل السيلفي هلا كل شخص عم بانتقد السيلفي تأكدي انه احد الاصدقاء من شي اسبوع كان عم بانتقد كل واحد عم بيصور سيلفي فمشكلة انا بالحياة اني بتصل انا بتناقش يعني اذا صديق الي بتناقشوا يعني انه شو مدايق بالموضوع عالجنان كل شي انتو بتقلدوه تقليد اوروبي وكذا وموضات ويقول له اي شي بيجمع الناس بيخليهم يبتسموا هذا شي ممتع نحن بيحاجوا لابتسامي هلا اشوف كل الناس اللي عم تصوروا سيلفي كلهم مبتسمين بابتسامي عريضة ايه فانا مع السيلفي ايه بتسلي صراحا مع السيلفي يا شباب شكرا شباب مهند خلينا شكرا شباب لا مافي بشكلة عادي خلينا نعمل هيك بانوراما عن اعمالك اهم اعمالك السينمائية كونك مختص ومتخرج سينما من اوكرانيا نعطي فكرة هلا حكينا قبل شوي عن احد الافلام اللي اشتغلتها عشتارات فيه كمان اول فيلم اشتغلت عليه اللي هو كان مشروع تخرجك باوكرانيا لا مو اول فيلم هو مشروع تخرج لا هو مشروع تخرجك هو اول فيلم اخدت عليه جائزة جائزة من الجالية العربية باوكرانيا ومن محافز مدينة خاركوف ميخايل دوبكين لبند تحت بند تواصل الشعوب مع بعضها هو الفيلم اسمه كفا هدا حكينا في بلو شابابيشو عندي السي في كله بلو شابابيشو بس هلا يعني الدراج ما تفتح كل نبراس انا فيلم كفا هو مشروع تخرج جلناي درجة الماجستير باوكرانيا تخرجت فيه هو فيلم بيحكي انو مشكلة في باوكرانيا هي مشكلة النازيين العنصريين كل شيء اجنبي يعني انا وغيري كل واحد شعره اسود هدا بتعرض لاعتداء عنصر يعني احيانا بيوصل للموت فكانت هي متل ما بيعرفوا هاي الفئة المجموعة العنصرين هن بيرفض وجود اي شخص اجنبي على الاراضي الاوكرانية او العرق هن بنتمو للعنصرين للعرق السلفياني طبعا بس مشال ما نظلم حدا يعني هنا الاوكرانية هي مجموعة هي مجموعة واقلية يمكن اقلية كتير هي هلا انتشرت كتير بعد الاحداث باوكرانيا بعد الحرب باوكرانيا انتشروا كتير النازيين فعهذا الفيلم هو كان محاولة سينمائية متل خلينا نقول يعني يعني حل سينمائي بسيط لمشكلة العنصرية فبجنن كان رفين مو لانو انا مشتغل طيب ومن بعدا؟ من بعدا جيت لهون لا اشتغلت عمل تاني بس ديكو دراما بعد ما اتخرجت في 2011 بعد الازمة على السوريا بعد ما يسمى نداء الحليب نداء الحليب هذا تبع بعض الفنانيين نزلت انا كتحدي هو انو انا لازم كون ببلدي نزلت لهون كان فيه اول فيلم بشتغله هو فيلم وسائقي بيحكي اسمه البرزخ عن قضية الجولان بتذكر بأول احداث كان فيه عبور لسوريين واخوتنا الفلسطينيين لجولان ومجدى الشمس وفيما بعض الاراضي المحتلة كنت موجودة هناك وصقت هذا العمل بكمرتين نال استحسان يعني انا كنت بالصدفة وبالصدفة كمان لقطة كاميرتي هي البطل فيما بعد بعد ذاكرتك قوية ايه ايه شو بتحكونا كمان رين لازم تسألي عن اخر فيلم عملون عرض بمهرجان الافلام القصيرة هو يعني شوي اطول من القصير كان فعلا 30 دقيقة رين اسأليني شوكي عن الفيلم يلي نعرض بمهرجان الافلام القصيرة وهو كان فيلم اطول من القصير الآن العمل توتر عنه هو نص صديقنا سامر محمد اسماعيل اوه و�اول فيلم هيك بين قوسين بشتغله مع مؤسست كوني السينما م الجهلة تحيه هون بس باللانه مشروع دعم الشباب الله يخليكم اه يوم كالعنا ضيفته ايا شايفته وحبته كتير حكيه يعني الأسوة زاهر رمضان ان شاء الله هيكالله يسمع منك إن شاء الله يأخذوا الأكاديمي وهناد عم يقول لي عم بوافقه الرأي أنه لا يجب أن يصيد بهذا عم بأيده أنا بس ماني ظالم بس فيه يعني هي نسبة وتناسب يعني مثلا إذا بدي أعطوا عشر أفلام لدعم خلينا يكونوا ثمانية أو سبعة للأكاديميين وثلاثة للشباب الهوات يعني ومعظمهم كلهم من إخواننا كلية الإعلام كيف إعلام على السينما يعني هي شوي هيك صعبة شوي مضبوطة ففيلم توتر علي هو مدته 30 دقيقة بطولة النجم الحاضر الغائب هو أديب أدورة ذاكرتنا السينمائية بالإضافة لبطولة أيضا كان علي سطوف ومي مرهج توتر علي مي ستو كان يمكن بتذكر قلتلي مهند أنه أول فيلم سوري بين عمل بالمعايير المهنية الفعلية هذا هو أول فيلم إلي بمعب إلا أنه أول تجربة مع المؤسسة هي مؤسسة المؤسسة العامل السينما وبنفس الوقت هو فيلم يعني 100% يعني إنتاج فيه فريق احترافي معك كاميرات احترافية كاست احترافي سينماية 100% هي المقومات اللي بتصنع فيه فيهم هلأ بالنسبة لخليني يسميهم أفلام البقية ما بسميهم محاولات هني أفلام هني خليني أقول هني إنتاج بسيط يعني فيه كاميرا فيه مايك نعمل فيلم هلأ هنيك فيه إنتاج كامل عندك فهو توتر علي هو خليني أقول فيلم الأول بسوريا ولن يكون الأخير إن شاء الله شو هو الفيلم يلي بتطمح أنك تشتغلو هلأ هذا السؤال يمكن دائما أي سينماي بأول طريق وبينسأل وهذا سؤال بخصني كتير إنه دائما بحب حدا يسألني يا لأنه ما بعرف جاوب عليه أنه بخاف من هذا السؤال كتير ليش بخاف لأنه وقت ما أقول أنا بدي ساوي فيلم سينماي اللي أنا بدي ساوي ما بدي ساوي عن الحب ما بدي ساوي بدي ساوي عن قضية يمكن نحنا ما عطيناها حقه كفيلم سينماي هو لولا هون لهلأ ما عدين عم نتحدى جنس هون هو فيلم عن الجيش العربي السوري بيتمنى أنا هيك لاقي قدم فيلم يعني يعطي الجيش العربي السوري حقه وما يكون كلاسيكي وما يكون هيك مباشر يعني يكون هذا حلمي بيتمنى أول شي حقق هذا الحلم بس إن شاء الله ناطرين يعني أنه لقي نص هي مشكلة دائما عندنا بالنص السينماي نحنا دائما بنكتب قريبين السينما تلفزيون يعني مسيطر علينا النص السينماي التلفزيوني بما أنه جمهورنا كتير تلفزيوني فبتمنى هذا حلمي أنه أخرج فيلم عن الجيش العربي السوري إذا كمان مننا نكمل مسألك عن اهتماماتك خارجوا العمل مع بوقتي الحمد لله بالسيلفي كان معنا عن جد لا اهتمام من كان معكم كان معنا من فريق سوريا بتجمعنا كمان هو أنت عضو معهم عضو شارف لهذا الفريق التطوعي بوجههم تحية من هون كمان فريق سوريا بتجمعنا منحت من فترة شهر عضوية شارف بفريقهم بنفس الوقت أنا عضو بسوريا سوريا الام بتلم بنفس الوقت كمان أنا عضو بالفريق اللي مؤسسوا أنا وصديق اللي بحمص عشاء سوريا بنفس الوقت أنا فريق بسيدات سوريا الخير مع أي فريق وطني بيشتغل على الأرض أنا معهم شو يعني لك التطوع لجانب عملك يمكن اللي بيأخذ كتير وقت الإخراج والفان وكل شي تحضير للعمليات الإخراجية والمونتاجية وهو سسة طويلة من العمليات وين بيجي التطوع بحياة المونتاجية؟ لا يمكن ربيت أنا بمكان هو كله تطوع كان هو مدرسة أبناء وأبنات الشهداء أنا بحكم والدي شهيد كان يعلمون فلسفة التطوع فكان هذا شيء أوتوماتيكيا يعني أنه تعلمنا عليه واربينا عليه أضف إلى ذلك سفري على أوكرانيا هنا كمان كان فيه تطوع أنا يمكن أحد الجوائز اللي أخذت بأوكرانيا لأنه قمت بحملة كمان تطوعية جماعة 350 كوني مواطن أجنبي ركزي أنا أكتر عدد بجمع كم الهائل من عملت فعاليهي جماعة 350 كرسة معاقلة متحرك للمعاقلة المهند كيثوم نحن لازم نختم نحن قاعدين والوقت مرأة كتير بسلعة بس نتصور سيلفي أول نتصور سيلفي إذا فيه رح ناخد فاصل رح ناخد فاصل فبل بالفاصل نتصور معك مهند ما ضلغي نشكرك شكرا لكم المخرج السينمائي الشاب السوري المهند كالثوم شكرا لحضورك معنا اليوم شكرا لكم وبتمنى لكم التوفيق ومثل ما بقول رين والهمام وأريج أنتوا أبطال سوريا وبأمثالكم راح تحيا سوريا تحيا سوريا إن شاء الله يا رب تحيا سوريا مجاهدين فاصل إعلاني ومنجرع لنستابل لضيفنا لجتريكم اشتركوا في القناة